ينبغي أن يكون الزواج في سبيل الله وأن يقوم على المودة والرحمة بعض الناس صادقون وبعضهم ليسوا كذلك أنتم تعيشون لإرضاء الله بينما البعض الآخر يعيشون من أجل الكسب والغنى السريع بعضهم يبحث عن زوج أو الزواج بصفة عامة آملين إيجاد أحمق يمتطونه كالجواد وأوجه كلامي هذا فقط لبعض الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من التفكير الذين يسعون دائما لإيجاد سرج يمتطونه وهو أمر مهين للغاية ينبغي أن يكون الزواج من أجل الحب والرحمة والشفقة في سبيل الله لا ينبغي أن يكون هناك عقلية شعارها أرغب في إيجاد سرج أحمق أمتطيه البعض يريد العيش على هذا النهج كأسرة واحدة وهذا أسوأ بعض الشبان هم أيضا من هذا النوع يسعى لإيجاد فتاة غنية ليصبح صهرا يعيش في منزل والدي زوجته بالمجان في كل شيء لقد رأيت أمثال هؤلاء الرجال فهم غريبون جدا لدرجة أنك تشفق عليهم تراه يرتدي ملابس النوم والنعال ويسير خلف حماه أو حماته ويقول والد العزيز أم العزيزة فالناس دائما يحتقرون أمثال هؤلاء إذ يذلون أنفسهم من أجل الطبق طعام وحتى لو كانوا أغنياء فيجب على المرء عدم الدخول في هذا الوضع المهين ولكن تراهم كذلك إذا كان هناك الكثير من المال والمصالح الأخرى أيضا بعض القلوب غادرة وبعضها مقدس بعض القلوب متمردة وبعضها مباركة النساء ذوات قلوب مباركة قلوبهن جميلة جدا ومفتوحة للحب أما صاحبات القلوب الغادرة تراهن في حالة تذلل دائم يتذللن من دون سبب وتراهن دائما متصيدات للأزواج وهكذا هذا أمر مهين للغاية فأنت امرأة بالغة تريدين الاحتماء في مكان ما لتحصل على الرعاية والاهتمام مثل قطة أو حيوان آخر لكنك بهذا ليس لديك أي حب أو احترام لله أو حتى خوف منه حسنا الزواج شيء جميل ولكن بقصد التقرب إلى الله باعتباره عبادة وليس بقصد البحث عن أحمق تمتطينه فهذا أمر فضيع على سبيل المثال هناك شباب من هذا القبيل أيضا يبحثون عن فتاة غنية وإذا وجدها يتمسك بها ويلاصقها وهذا غير صحيح الزواج ليس مجرد أن تصبح عبءا على أحد أو أن تنهب ماله وهو أيضا ليس أن تنهب فتاة مال رجل باعتبارهم أسرة أو أن تقول لفتاة أنك تحبها فقط لسرقة أموالها اشتركوا في القناة